بسم الله الرحمن الرحيم ازايكو حبيب اخباركو ايه يا رب دايما تكونوا بقى الفقير اه انا نهما اللي دمين قناتنا وفوت كل سنة وحضراتكو طيبين وتعادى عليكو على الامة العربية يا رب وكل خير وان شاء الله النهاردة هنعمل القطايف هنعملها اول ما بتباد ايه لحد ما هنأكلها ان شاء الله هنعملها الطريقة جميلة جدا وهنعملها حلو وحادئ زي ما حضراتكو شايفين كده وهنعملها الطريقة سهلة وما فيش حتة بقى بتفك مني لا مش هتفك مني خالص ولا هتحتاج ومثبت شامع عشان تقفلها ولا كلا مدخل يلا نسمي الله وندخل مطبخ نوع وفوت نشوف هنعمل القطايف ازاي يلا بين هنا بقى يا حبيب يا نسمي الله ونبدأ واجبنا كل الحاجات قدامنا هاي كل المكونات هنعمل كل حاجة في الشفشق الخلاط هتبقى سهلة جدا يعني هنحط في الشفشق الخلاط الاول هنحط إه مايا لحط طلت كبيات مياه او طلت كبيات وربعة بالضبط مية في الليочку شفشiej هنحط المية الاول علشان آآ الخلاط يمشي له ونحط عليهم ايه بقى هنحط عليهم كبيتان ونص بيئ ونص كتابة سمية وربعة كباية نيشا ومعلقة خميرة ومعلقة سكر ونص معلقة بيكون بودر ونص معلقة cęب جدا كل ده معلقة صغيرة نص معلقة كل بينبودر ونص معلقة سغيرة بيكون صغيرة آآ بيكون صغيرة ورشة ملح. كل دفشة شكل خلاصة. يبقى نعيدوهم تاني نعيدوهم تاني. هنحط الماء الاول. هنحط تلات كبيات وربع مية. دايما تعمل القطيف تعمل المواد الجافة. قدها قد المادة السيلة بزبط اللي هي المية. هنحط ايه بقى? حطينا تلات كبيات وربع مية. وحطينا عليهم كبيتين ونص دقيق. وهنحط عليهم نص كبية سميد وربع كبية ناشا. صح كده? صح كده. يلا بقى نحط بقى ايه? الحاجات اللي هترفع لنا القطايا. هنحط الخميرة اللي هي معلقة واحدة بس خميرة. ومعلقة سكر. ونص معلقة صغيرة بيكن صودة. ونص معلقة صغيرة بيكن بوضر. ورشة ملح. بس كل الحاجات تحطت تشوفشي الخلاص. ونضربها كويس جدا. يبقى المية. ادي المواد الجافة بالزبط. هنا حطيت ربع كبية المية اللي بقية. ادي المواد الجافة اللي هي عبارة عن دي. دي السميد وناشا. والخميرة والبيكن بوضر والبيكن صودة. كلهم كده هيبقوا ادي المية السعيلة. ونروحوا بعد ما نضربهم كويس قوي نصفون بمصر. نصفون بمصر عشان ما باش في اي تكتلات. خلاص احت كده هصفناهم بالمصر. ونجيب الكبشة بتاعتنا اللي هي لها بوص صغيرة عشان دي اللي هنشتغل به. وهنا مش هنسيطها تخمر. لا خالص هنشتغل فيها على طول انه فيها بيكن صودة وفيها بيكن بوضر. وفيها الخميرة فهنشتغل على طوق. هتطلع احلى قطيف ان شاء الله. هنا بجيبنا التاسة بتاعتنا. بس احناها بالفرشة بس زيت. يعني كل كمرة كده هنمسحها بس بالفرشة زيت. ونسيبها ونصب زي ما حضراتكم شايفين كده بالكبشة. لا انت محتاجة ازازة ولا محتاجة حاجة تصب بيها ولا محتاجة اي حاجة خالص. بالكبشة الصغيرة اللي هي لها بوص صغير ديت. لديها تسعب الكتب بصراحة. وتصب في التاسة وتلاحظي بقى. وانت واخدى بالك في العجينة هي بتخرم من فوق كده. اول ما تخرم من فوق كده وخلاص يبها مش اه ما فيش من فوق عجيه. تروح نطلعها شايفة ما شاء الله يعني جميلة الزيت. وقدت لون من تحت روعة. ولازم تكون مجهزة جنب بيكسانية. فرشها فوطة نظيفة. فوطة تحت القطيف. فوطة هتغطي بها القطيف. يعني فوطة تحت وفوطة فوق. ولما تطلع لازم تحط جنب واحدة جنب واحدة طول ما هي سخنهم. واحدة جنب واحدة. ما يفعش فقطوا فوق بعض لانه هلزقوا من بعضه مش هطلعهم. فتحط واحدة جنب واحدة. لما يبردوا يحطهم فوق بعض زي ما انت عايزين. هنا بقى بنعمل كمنظرها. خبنا برضو ثلاث وحدات بنفس الكبشة لان الكبشة دي تسوى واحد. يعني مقاس واحد. فانت بتعملي عايز الصغري بقى بايدك. عايز اتقليلي بايدك. عايز اتقبري بايدك. يعني عايز اتقبري عن كده براحتك. عايز الصغري اللي هي عصافرية خالص براحتك. انت اللي بتتحكين مفده. شايفين? طلع لونها ايه ما شاء الله. مش محتدى اي حاجة خالص. مش بيسيبها تخمر وارجع عاملها تاني ولا لأ. ولما بتحط تحتها فوطة وفوقها فوطة ده بما ما خلهاش تلزق منك. يعني ما خلهاش خلق وانت بتقفلها تقفل بسرعة. لانا مش هتنشي. كده خلاص احنا بنحط كم من واحدة وانا هنا بوريكم الفوط تحتها فوطة ورسوم جنبه بعض اهو. وفوقها بغطيها فوطة تاني. هاي انا خلاص ده آآ برت خلاص فبحطه على بعض. مش فارق معايا بقى خالص. وبغطيب الفوطة التانية وهو جنب كده. ممنوع خلاص ان انت تكشفيه لانه هتكشفيه هينشف ولما هينشف مش هيقفل معايا كده. خلاص احنا كده خلاصنا كل الكمية. هنحشي هنا حلو وحادق. شايفين ما شاء الله بالشكلة ايه يعني جميلة جميلة وطرية يعني حاجة كده يعني ايه من الاخر يعني ما شاء الله عليه. هنحشي هنا بقى حلو وحادق. طيب. هنحشي ايه بقى انت احشي بقى براحتك. الحلو وتحشي براحتك هنا انا هنا بحط جبنة رومي وفلفل متقطة ومزاريلا وزاتو. ده الحدق بتاع. انت بقى احشي براحتك. عايزة تشيل حاجات تحط حاجات براحتك. الحشو ده اللي يريح. اما والحلو برضو حشي براحتك. انا هحشي هنا برضو شوية مكسرات عندي كده مع بعض. وعجوة. انت عايز تحشي بحاجة تانية او بص احشي بالمكسرات الموجودة عندك في البيض او اللي الولادك بتحبها. يعني بص الحشو ده حاجة بتاحت كنت. شو بقى انا بقفل ازاي? انا حطيت هنا الحشو وفيقفل وبقعد عليها مرة واتنين. وعايزها تعمليها تكيب عليها بالشوكل هتديك شكل جمالي وتتطمن اكتر انها مش هنتفتح طرحتك. انا هنا متأكدة ان شاء الله انها مش هتفتح ازاي. لان انا عارف ان باعمل ايه? وبقفلها ازاي واضغط عليه زينا لازم تضغط عليها تكدك عليها وامرة واتنين. وانت ان شاء الله مش ما تفتحش منك في الزيت وهي ان شاء الله مش هتفتح لو انت عملتها زي انا ما قلتلك كده بالضبط عمرها ما هتفتح وان شاء الله هتدعي خلاص احنا هنا بنقفلها بعيد عليها مرة واتنين علشان اكون متطمنة وقلبه متطمن كده انها مش هتفتح مني خالص هنا بنحشي الحل هنا عندي مكسرات عندي سوداني عند جسد الهند عندي اشوف اللي عندك بقى احشي بيت وممكن تحشي ملبن زي ما انت عايزة ممكن بتحشي بصي الحشو ده اللي انت حبا يعني وممكن تحطيها ترسيها بصنية متهنة زيت وترسيها وتحطيها على زيت من فرح وطفر فرح لكن كان معتد احنا بنقليها في الزيت خلاص انا هنا اخلص الكمية كلها عشان ايه ما اطورش عليك بس عايزة بس اواريكم العجوة بتتعامل الزيت ونرف كلنا على الزيت ايه خلاص جبنا العجوة هين شايفنا انا اخد بالك انا مغطية طول الوقت ما بكشفهاش خلاص من الهوا علشان ما تنشفش مني وتغلبني في انها تقفل ويقول لك اه لا ده عايزة نقفلها ازا ده عايزة مسد الشم ده عايزة ايه طبعا كل ده بيباع هزار على الفيس يعني والحاجات فشايفين انا هنا بورقوا ازان تتعامل بالشوقة لو انتو عايزين نتميلوه بالشوقة بس انا مش محتاجة انا نعملها بالشوقة خالص انا بقى نحمرها اللي في الزيت سخنة طبعا بتنزل على الزيت سخت وانا اعمل الشربات طبعا احنا عملنا الشربات كتير مع بعض بس اه مفيش مانا احنا نقول مقابيره حقنا كبيتين سكر على كبيتين مية واول ما غيله نزلت علوم بعصرة لمون ولو فهم علي ABOUT عصر جليكوز حس كما فيش خلاص ويمضل على على ابتكات حوالي تمان دقية. ويبرد وتطلعج لهرباء بهبع ببتقيل لهم من شربات الا طيب بتقيل لانه لو خسيف الا الطيب هات تطرط هاتي بطريه منك. فالشربات يببتقيل وما تغيبهاش في الشربات يعني تعطيها وتطلعها على طن ونرسط في الطبعات التاهاة هنا بنحمر بتاعتنا الحimir حدقة ونحطها في طبعها ولحلو هنحمرها ونحطها في في الشرباء. يبقى المقادر كانت ايه تاني? مقادر القطيف اللي انا عملاها ايه تاني? قبيتين دقيق ونص. قبيتين ونص دقيق. وعليهم نص قباية دقيق السميق. وعليهم ربع قباية ربع قباية نشن. ومعلقة خميرة ومعلقة سكر. ونص معلقة صغيرة بيكن بودر ونص معلقة صغيرة بيكن صغيرة. ورشة ملح. ومية. ويضربوا كلها في القلاص. كده خلصنا. رأيكم بقى في الجماعة. ان شاء الله تعجبكم. وما تنسولوش باللايك والشير ان شاء الله. وتنوروني في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة